طبعا طلعت آني على هذه الورقة البيضاء وحقيقة هي ورقة جيدة جيدة جدا همين أقول لأنها تغطي كافة القطاعات وأيضا كافة المجالات بس هي تبقى ورقة هي شيء نظري التطبيق العملي هذا المهم تطبيق العملي يعتمد على من يطبق هذه الورقة طبعا عدة أطراف هي بالتأكيد وحدة من أهم الأطراف هي الحكومة الوزارات عدة وزارات الديوان البنك المركزي ديوان الرقابة المالية عدة جهات هي مسؤولة حقيقة لأنها تغطي عدة قطاعات بل واحد من أهم أيضا القطاعات المهمة التي يجب أن تأخذ دورها في هذه الورقة الإصلاحية هو البرلمان لأن كما تعلمون وحدة أهم قضية نحن الآن قاعدة نعاني من عدها هو مشكلة العراق دولة ريعية تعتمد اعتماد كل على النفط تقريبا شبه كل ما أقول كل أكثر من 90% من موارد الدولة هي على النفط وبالتالي كثير من القطاعات معطلة قطاع الاستثمار يعني قطاع شبه معطل يعني قطاعات أخرى تجيب موارد كبيرة للبلد أيضا ماكو تفكير جدي بالاتجاه نحوه طبعا هاية تحتاج حقيقة مو فقط أنه الأمور تكتب على الورق ولكن يجب أن يكون هناك كادر تنتقل يجب من Coll tergery تم تلك موارد الدولة تم تشارك للator إن הא تكتب على Ahmed ترجطي 가능 لا تحليا تشاركة emary ترجمة نحوه رب الإقطота ترجمة نحوه ترجمة نحوه ترجمة نحوه ترجمة نحوه شكرا